بدون كريمة ولا حليب مني طرد من أسهل وأروع ما يمكن جربي إلداد وكيدوب في اليد إقبل الفم جيد اقتصاديين حضرهم فرمشتعين بحشوة في متناول جامع غير جربيهم والله ما تندمي عليهم لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشف المكونات والمقادر وطريقة التحضير وكالعادة الله يجزيكم بأخير والله يسهل عليكم لا تنسوني لايكاتكم للتشجيع فقط وبالبرتج على جلا لكي تعمل فائدة على الجميع ومرحبا ومئة ألف مرحبا بالمشتركين الجدود لأول مرة كنتمو القناتي وعجبوهم أكيد المحتوى مع اليوم إليه يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا لكي تصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة صورية وقبل ما نبدأول فيديونا اليوم لا ننساوش أنصلي وعلى النبي عليه أفضل صلاة والسلام ونبدأوا بركة الله ونقوله بسم الله أول شيء نحتاج لدي هنا زوج معالق كبار مملؤين جيدا من الزبدة استعملوا أي نوع الزبدة كل ملعقة توزن 50 غرام أي في المجموعة الزبدة 100 غرام الزبدة كذلك نحتاج هنا كأس إلا ربع من سكر الخشين أي سنيدة 80 غرام سكر الخشين ننزج الكل جيدا ونحصل على واحد القاوم الذي يكون كريمي يعني زبدة سنيدة ثم نضيف هنا حبة بيض واحدة ربع كأس من الزيت النباتية كذلك دائما من عبر كسد العنبة أي في المعالقات تقريبا واحدة ستدي المعالقة كبار نحرك الكل جيدا ثم نضيف واحدة رشة من الملح فقط لتحسين الدوق لدي هنا واحدة رشيشة الملحة ممكن تضيفه حتى قصر الحامض أو الليمون أو أي نكة كذلك نحتاج ملعقة صغيرة من خميرات الحلويات أي نصف شاسي 8 غرام يعني نستعمل 4 غرام كذلك نحتاج هنا جوج معالق كبار مملؤين جيدا من الناشا ممكن تضيفه دقيق الخاص بالحلويات أي ما يعادل تقريبا 120 غرام نحركها جيدا نضيف الكمية التي تبقى بالتدريج يعني لا نزعم الكمية كلها التي سأعطيكم دفعة واحدة نحتاج 250 غرام وعلى حسب النوعية الدقيق وعلى حسب الحجم الحجم ستضيفه بالتدريج اضفت الكاس الأول ثم اضفت الكاس الثاني ونجمع كيف تشاهدون معي سأكلمها لا نجمعها لأنها تتحلم ونجمع لذلك نجمعها فقط نضيف كسان الدقيق ثم نزيد ربع كاس أو نصف كاس ثم نضيفه بالتدريج يعني في الكمية التي كفتني 250 غرام الثاني الخاصة بالحلويات ونجمعها حتى نحصل على هذا العجين يعني تكون لا شيئا ما لا تستطيع وكذلك لا تستطيع كويرات لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع كما تشاهدون معي في الصورة ونتمنى الشرح يكون واضح وكذلك الصورة تكون واضحة كشكل واحد الكويرات التي سوف نضيفهم في القلب بالنسبة لها مينيطار ممكن تحتاجه القلب ممكن نضيفه غير في الكويرات المادلين أو الكاب كيك هما راهم خدامين غير هذا القلب نضيفه دفعة واحدة وتأتينا طريقة أكثر عملية ما لا تستطيع هذا القلب المادلين أو الكاب كيك ممكن يعمل غير في الكويرات الكاب كيك فقط كما تشاهدوا معي نضيفه الكويرات ونضيفه 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 خفيفة بالزيت لتجنب الالتساق على العموم لا تسقط لنا غير كإحتيات نضيفه هناك الكاس الذي يجيني للعبارة لكي نضيفه على العجين نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي لا تسقط لها وبهذه الطريقة نشكلهم بدفعة واحدة وبوحدة سرعة فائقة وكذلك نريد أن نضيفه في الكويرات نضيفه ونضيفه بالكاس نضيفه ونضيفه لكي نضيفه لكي يأتي ونقوم بشكل من الأعلى نحاول نضيفه من الأعلى بالنسبة للحشوة نضيف ملعقة صغيرة مملوقة جيدا من المربء أي نوع متوفر ممكن اضيفة ممكن أي حشوة مفضلة ومفضلة ونضيفه على فكرة بالنسبة ل هذا العجين خليت منه تقريبا ربع لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه قريبا وأ muitas كي نصفق لكي نضيفه ونضيفه لكية لكي نضيفه بكم باس62 نأخذ هذا العجين ونقسمه على زوج ونأخذ الحكاكة التي ستوفرها في كل بيت نأخذ الحكاكة ونأخذها في الجهة الغليظة ونأخذها بهذه الطريقة تماما حتى الذين يعملون بالكويرتات ونستفعهم واحدة واحدة نحاولون اللاصقهم بشكلهم يتلبسون لنا بهذه العجين كما تشاهدون معي نحاولون بشكل عشوائي نحاولون نزعوا بهذه الطريقة ونقضيهم بطريقة سهلة جدا سوف نحاولون بجهة الحكاكة الغليظة والعجين يكون ناشف قليلا إذا نرتب لا يتحكي لنا ونبقى يتلسق لنا في الحكاكة ونأخذها كما نريد فقط نحاولون أن نفرقوا بهذه الطريقة لا نضغطوا نهائيا عليه سوف نوزعوا بهذه الطريقة بالتساوي ونقضيهم فوق الكويرتات أو فوق الليمون التي حضرنا بهذه الطريقة أنا قدرت الفران يسخن على درجة حرارة 180 من قبل مجرد لا يسخني الفران وفي نفس الوقت حضرت الميني طار سوف نوضع اللاطة من الفوق نشعل من الأسفل لا نشعل من الفوق ومن الأسفل حتى تبدأ نرى أنها تبقى لنا لأنها تبقى لنا تبقى لنا تبقى لنا نقص المتوسط حتى تدهب لنا وتتحمل لنا على هذا الشكل بشكل سابري لا تأخذ لنا تقريبا ما بين 15 إلى 20 دقيقة على نار متوسطة كيف لا تشاهدوا معي ضغيات يتحمل المول بسكينة كيف نحر في الجوانب ويتقل العليا بكل سهولة وإذا كنا نعمل منهم في الكواغتات نجعلهم في الكواغتات وإذا أريدنا أن نحيدهم نجعلهم حتى يبردوا بالنسبة لزين لكم الاختيار أنا زينت هنا بسكر سقيل أي سكر غلاسي حتى يبردوا نزينهم بسكر سقيل أو بأي حاجة لنا نريدنا أن نضيفها لهذه المينيطات كيف لا تشاهدوا معي في الصورة والصورة رأيها معبرة أكثر من الشرح يأتي و يدوبوا في اليد قبل الفم يأتي الشاشين وبحشوة جيدة اقتصادية كنتمنى تجربهم و تردوا علي الخبار و جيدة اقتصاديين بغض النظر على الدل فيهم نتمنى من كل قلبينا لا تنسونا من اللي لايكات التي تشجيل فقط لكي تعمل فائدة على الجميع شكرا لكم متابعة و مرحبا بكم دائما مع السهل السريع على قناة سكينة الصورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة